يحبس المصريون أنفاسهم ترقبا لانطلاق جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي مع ارتفاع التوقعات من دلاع عمال عنف بين قوات الأمن من جانب ومؤيد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر ويرى محللون أن غدا الاثنين هو أكبر تحدي لرجال الأمن في مصر لإثبات قدرتهم على فرض السيطرة الأمنية وتأمين القضاة والإعلام والمحامين والمواطنين وسط تواعد أنصار مرسي بإقامة فعاليات ضخمة بالتزامن مع المحاكمة أنهت أجهزة الأمن في القاهرة خطتها لضمان أمن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واربعة عشر آخرين فيما يعرف بأحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر عام 2012 ومن المقرر أن تعقد الجلسة غدا الاثنين وتم وضع الكاميرات في كل شوارع الجانبية لمنطقة مقر المحاكمة لرصد أي أعمال تمنع سير المحاكمة وأكد مصدر أمني أن مرسي سينقل بواسطة مروحية من مقر احتجازه إلى مكان محاكمته بمعاد أمناء الشرطة في منطقة طورة جنوب القاهرة أما باق المتهمين فسيتم نقلهم بعربات مصفحة من سجن طورة إلى مقر المحاكمة ونقلت صحيفة الأهرام عن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قوله إن مرسي سيمثل أمام المحكمة بدون قيود أو أغلال ومع اقتراب موعد المحاكمة يتسابق طرف المعادلة السياسية باتخاذ خطوات وإجراءات مكثفة استعدادا لذلك اليوم فمن جانبه دعا تحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين للاحتشاد عند مقر المحكمة التي من المقررين يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي مع استمرار الاحتجاجات الرافضة للانقلاب وأكد بيان صادر عن التحالف أن المحاكمة باطلة وغير قانونية وأن التحالف لا يعترف بها وأنها والعدم سوى ونظم معارض قيام الجيش بعزل رئيس المنتقى محمد مرسي وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية ومسيرات في عدة مدن وجامعات في المحافظات المختلفة وخرجت مسيرات ومظاهرات في مدن وأحياء مختلفة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وبرسعيد والبحيرة وبن سويف وذلك للمنطالبة بعودة ما تصفه بالشرعية من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشعة الفوضى في البلاد تزامنا مع بدء محاكمة مرسي وعدد من قيادات الجماعة وأكدت مصادر أمنية أنه سيتم تأمين المحاكمة بحوالي 26 ألف جندي وضابط إضافة إلى تجهيز قوة جوية مكونة من 14 طائرة في حالة نقله للمحاكمة